المباراة الودية تمرير قصيرة إلى الأمام إلى اليمين لازم هدون عصابهم بطاقة صفراء من الصعب ضعت هذه الكرة لأنها تأتي في موقع منتاز هذه الكرة يا لعيب يا لعيب يا الله على هذا الهدف يقولون في الإعادة يفادوا وبالتالي دعونا أن نشاهد لاحظوا معي الآن من جديد اللعب هل سيكون مفتوح بعد هذا الهدف؟ هل باستطاعة الفريق المحافظة على النتيجة؟ ترجمة نانسي قنقر هل سيكون مفتوح بعد هذا الهدف؟ لاحظوا معي الآن من جديد باستطاعة الفريق المحافظة على النتائج يدور له على مساحات خالية ركلة ركنية من رأيي أن لا يستعجل بهذه الكرة إلى اليسار يسير إلى الجهات اليسار يتداخل من أجل تشتيت الكرة المدافع استخلصها إلى بربة زاوية فرصة جيدة افتكاك سليم للكرة عملية كنترول ممتازة تأتي من قبل اللعب يرسلها إلى الأمام ترجمة نانسي قنقر هناك عمليات هجومية واضحة وبالتالي ربما سنشاهد ماذا حضر لنا شوط المباراة الثاني ذكي يمر إلى الخانة اليسرى هذا يعني الاحترافية عند هذا اللعب إلى الأمام يساوب الكرة يا مجنون يا مجنون هذه الأهداف تختار أصحابها الله على المتعة الله على النهاية كرة قوية ذهبت إلى الزاوية اليسار دعونا نشاهده من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر نقلها إلى الخلف بيلعب لك يا ربا أي ثقة وأي هدف أي سحر وأي بار ما تتعني ما تتعني ما تتعني نتابع مرة أخرى وبتبقي هدف لإحراز التعادل يستمعد الكرة نعبة راسية إلى الخلف كرة ناحية الأمام والكرة مستخلصة يمضي قدما إلى الأمام يلعبها إلى الخلف لمسة قصيرة والآن يشدد الكرة الكرة في المرمض هدف في هذا التوقيت الله على المتعة لاحظ 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 كيفية الكرة الأخيرة ت ajudج إلى القناة أمام امام لاحظ كيفية الكرة يرجع ناحية الخلف خلاص المباراة انتهت وقد أنهاها الحكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة